سامع يا سعيد بالمسألة اللي بيقول على نفسه جنة براقش انت أكبر براقش شايفة بحياتي رغم كل النصايح أهملت أسنانك وتركتم لمصيرهم المحتوم درسك صار تالف لدرجة رح نقطر نقلعه ومتل ما بيقولوا آخر الدول كيد لكن حظك حلو يا سعيد التقنيات الجديدة سهلت عملية ألعي الأسنان وخففت العذاب بس بعد النصايح تقريبا نفسها فبأول 24 ساعة بعد الخلع بيصير شوية نزيف فلازم وطع قطعة شاش نظيفة على مكان الجرح والضغط عليها بين 45 إلى 60 دقيقة عادة ننصح بأخذ مسكن للألم قبل ساعتين من زوال مفعول المخدر و13% فقط من المرضى ممكن يحتاجوا لجرعات مسكن إضافية تبه يا سعيد من لمس مكان الجرح باللسان وخليك على السوائل الباردة لكن لا تستخدم القشة بالشرب وانتظر 48 ساعة لتطمضمط بالمي والملح مثل ما ذكرت بحلقة سابقة انت ما شاء الله عليك صحتك تمام ولكن ضروري الناس اللي بيأخذوا أدوية أو مصابين ببعض الأمراض مثل السكري والقلب والتهابات وسيلان الدم وارتفاع الضغط وأمراض العضم خبروا طبيب الأسنان قبل إجراء أي ألع ساكن دوم في صحة وسعادة اشتركوا في القناة